السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة AVL التي كتبت لكم عروض عقارية مختلفة منها الشقاق ، فيلات ، فرمات ، وأراضي نعطيكم فكرة على كل ما هو مفيد وجديد في العقار من ناحية الدكور ، من ناحية الفصالة ، نقربكم من السوق لكي تعرفوا الاتمنة في الواصلين ، وماذا هناك ارتفاع ، استقرار معكم تاريك ، نقوم بالوصف على هذه العقارات إذا لديكم شيء عقار وما تضعوا البيع ، نحن رحل الخدمة لكم ، وكل العقار يفعل تصهر وتخدم من أجل البيع العقار وكطلب أول هو تضغط الزر للإعجاب في هذه الفيديوهات ، حيث كذبنا لكي نجلب لكم أحسن عروض المتواجدة بالسوق وكذلك تضغط الزر للشرك ربما في إحدى الأيام تلقى العقار الذي تبحث عنه أو الذي يبحثون للأقارب أو الأهل أو الأصحاب نشاهده في الفيديو شوقه ، الميزة كما نقول الميزة الأولى للشوقه هي ثمنها هي أن هذه الشوقه فيها جوجة الأتمينة ثمن الأول هو ثمنها وهي خاوية وهو 340 ألف درهم قابل للتفاوض وممكن أن تكون فيه واحد الأمرج وهو واحد الهامش ديال المفاوضة وهي خاوية والثمن ديالها هي عمراء وهو 380 ألف درهم أي ثمانية وثلاثين مليون وهي بالفراش ديالها اللي تشاهدوه كامل في هذا الفيديو هذا وكذلك تكون فيه واحد الهامش ديال المفاوضة مع أصحاب العقار شوقه اللي كتتواجد في عمراء اللي فيها أربعة ديال الطوابق هاد شوقه كتتواجد في الطابق الثالث شوقه اللي تم الإصلاح ديالها وتعودات كلها وتزد فيها مساحة ديال لباركم في المطبخ اللي غادي نشاهده وتزد فيها بزاف ديال الأمور المساحة الفعلية لما أضلون المساحة اللي كانت في التيتر هي يمكن 68 متر مربع ولكن بعد الإضافة ديال واحد البالكون اللي كان البالكون كبير ذات تقربين فيها 10 متر خورا كوزينة على شدها ولا لقدها كاملة تزادت ما كانت شوقه شيء اللي خرج منها سيجور وخرج منها مطبخ ما كانش فيها سيجور هذا كان المطبخ والبلاثة المطبخ كانت بالكون المساحة يجمال يافات الشوقه تقربين فيها 96 متر مربع بالنسبة لمدينة المطبخ الموقع بالضبط بحي رياض الزيتون حي رياض الزيتون لحدها جميع المرافق كان حدها الكوليج كان حدها المدارس العامة الابتدائية كان شميع المصالح مثلا من البلديات كان لك الأبناء كان مسجد كان السوق السوق هو كبير الخضار والفوك كل ما يطلب ما الذي يطلب الإنسان في حياته يتم المواصلات حي رياض الزيتون نحن كوكال العقارية نتواجده بنفس الحي رياض الزيتون على مقربة من البنك الشعبي الذي يتواجد حمام الكوتر تنقسم هذا العقار للسالون سيجول جوج غرفة الولدات وغرفة الولداء حمام ومطبخة عصري جاهز ما قال لك؟ كانت حلاء أخرى وده أصبحت حلاء جديدة بعدما ضفوا لها ملين هذه العقار إصلاحات بزاف الحواج اللي قدرها اللي بغي يشوف هاد العقار ويستفمد العرض هذا معليه إلى الاتصال أو التواصل الأرقام ديناك أتبان أسفل الفيديو إلا نسيت شيء معلومة أو بغيتو شيء معلومة إضافية معليكم إلى الاتصال كذلك ولا دخلوا لنا في كومنتير ونردوا عليكم إن شاء الله أعزائي المشاهدين كنقول لكم شكرا شكرا جزيلا وإلى عقرم مقبل إن شاء الله دمتم في رعاية الله شكرا 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 اشتركوا في القناة